ننتقل رشل مشاريع الصغيرة والبازارات التي نرى دائماً هي عايشة وبقوة في سوريا ودمشق تحديداً اليوم نحكي عن كيف ندعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمهن المبتكرة طبعاً فريق المبادرة السورية أقام بازار متخصص لبيع المنتجات اليدوية كان هالشي في فندق الشيراتون بدمشق بمشاركة أيضاً عدة جمعيات وسيدات وأصحاب مشاريع تنوعت بين الإكسسوارات التطريز للألبس الأعمال اليدوية الصمديات وغيرها لنحكي بشكل موسع حول هذا الموضوع بصرنا نرحب أكيد بشام كزبري مديرة فريق المبادرة السورية التطوعي صباح الخير صباح الخير صباح الخير كيفك تمام؟ تمام الحمد لله بنقول مبروك الافتتاح للبازار شكراً كثير شكراً عن الوضع بشكل عام خلينا نحكي عن البازار كيف كان فيه تجمع للناس كان فيه برد كتير فهو منعرفت كيف كان كان فيه زوار وخبرين عنه بشكل عام نزود هلأ هو الحمد لله كان بازار كتير ناجح وأخذ ضجة كتير كبيرة فالحمد لله أنا هاتشي بيكون وصلنا حقي بس لحتى أشرح لكم شو هو إنستا بازار هلأ هو ليش اسمه إنستا بازار إنستا بازار هو بازار مخصص لمتاجر الإنستجرام لدعم المشاريع الصغيرة والمبتكرة بسوريا يعني هي المشاريع اللي بيكون ما عندها إدراء أنه تفتح محل عائد الواقع فهو فكرة البازار نشأت من فينا نقول مشكلة صغيرة حاجة حاجة إيه أو مشكلة صغيرة بعانوها كتير من الشباب والصبايا يعني والمجتمع تبعنا يلي بيعتمدوا أنه يطلبوا كل شيء هنن بيحتاجوا أو بيلاقوا طلبهم أونلاين عن طريق الانترنت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عن طريق الإنستجرام لذلك اسمه إنستابازار الفكرة منه أنه نحن دائما فيه تردد وقدم يطلبوا أونلاين فيه تردد أنه أنا ما لي عندي سئة بالجودة أو بنوعية المنتجة اللي أنا بدي أطلبه فبيصير فيه تردد أنه ما بدي أطلبه وما حفوة حالي بهالموضوع فلذلك إنستابازار عم يعطيهم الفرصة أنه يجوا على أرض الواقع يشوفوا هالمنتجات يأخذوا فكرة عامة عن جودة المنتجات وخلص حتى إذا ما اشتروا من بالبازار بس فيهم دغري يتابعوا الصفحة يتابعوا متجر الإنستجرام ويطلبوا منه وبعدين بضعه فكرة حلوية نحن كمان عملناها لحتى نسهل عملية متابعة الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة المتاجر اللي هي على كل طاولة بالبازار كان في لفتة صغيرة عليها اللوغو تبع الصفحة المشاركة بالإضافة لQR كود بشان أي حدا بيجي دغري بيعمل له سكان من أي موبايل بيعمل له سكان وبيقدر دغري يفوت على صفحتهم ويتابعهم بشان يشوفوا كمان عندهم منتجات بأدموها كتير حلوية فرح كنا نشوف المعارض ستندات شركات تجارية معروفة اليوم عم نشوفها صفحات فيس وانستايني ما فينا ننكر رشادي صار مهم اليوم مواقع التواصل الاجتماعي هي يمكن البيع أونلاين أو حتى التجارة عن طريق الأونلاين هي صارت الأكثر رواجا خاصة أنه اليوم بنلاقي تنوع أكتر بنلاقي حتى الناس قادر تروج وتوصل تسبيق إذا بدنا نقول بشكل أكبر خلينا نحكي اليوم عن هاي المشاريع اللوصغيرة أدي خدمة أصحاب المهن اليدوية يعني لو لما بنحكي نحنا عن صبية أو سيدة عم تشتغل بمنتجات يدوية بدي جهد بدي تعب بدي وقت بدي كتير تفاصيل وبدنا كمان ناس تتقدر المنتجات اليدوية طبعا مية بالمية كل العالم تتفكر منتجات يدوية كمصطلح بيفكروا أنه هو شيء بس محدود بالخياطة أو بالتطريز أو بالشيء بس هنا فيه شيء أوسع من هيك بكتير اللي هو مثلا نحنا كان مشارك معنا بالبازار فئات كتير عديدة منها إن كان مأكولات وحلويات مسموعة يدوية كان موجود مثلا صناعة شكولات يدوية بس نحنا مو بس عم يحطوها كيف ما كان يعني يعني عم يحطوها بباكيجين كتير مرتب له شيء يعني كأنك شاريتها من محل بس هو كل ياته إنتاج مشاريع صغيرة بيتية وهانزميد كل ياته ردي تعمتها طيبة أكيد أكيد كان لازم يعني كان لازم الضوء لأنه نقول روحه أو بلأ لا بالعكس لازم فهو كان فيه مثلا مأكولات حلويات شوكولات حتى معجنات مصنوعة يدويا هاي من ناحية الأكل فيه ملابس تطريز كل شيء حتى الشيء الحلو أنه فيهم يوصوهم على الموديلات اللي بدون ياهو يعني المتجر هو بخيط لون ياهو وبعدين بوصلوا بالإضافة كان فيه مثلا تركيب شمع أو عطورات هنا من صيادلة أو حتى كريمات ومستحضرات تجميل مركبة بالبيت وصاحب هذا المتجر بيكون هو السيدلي فعنده خبرة أو مخبري كيميائي بيكون عنده خبرة وشيء علمي عم يطبق شيء مصبوط مية بالمية والشيء الحلو أنه كل ياته حيكون هو شيء ناترل وأورغانيك يعني شيء ما فيه فايت فيه مواد حافظة وشغلات كله طبيعي تنموذج طبيعي 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 فهذا الشيء اللي كتير حلو وكتير العالم أقبلت عليه على الفكرة تابعه بالإضافة كان عندنا كمان مثلا فئات مشاركة من ناحية التطريز من ناحية اللوحات الفنية في كتير نحن صبايا وشباب هلأ عم يرسموا لوحات فنية بطريقة كتير جديدة ومعاصرة عم تجمع التراث السورية والحضارة السورية بطريقة معاصرة عن طريق لوحات فنية وهذا الشيء ما له كتير يعني ما له موجود أو العالم ما حتى عم تشوفه وين ما كان فنحن هاد شيء قدمناه بالبازار فيه متاجر عم يبيعوا هاللوحات صبايا وشباب عم يرسموا هاللوحات عرضناها وانباعوا منهم بالبازار كمان بيأخذوا التوسائي وشيء الحلو كمان أنه بأي متجر يمشارك معنا بالبازار فيه عندهم خدمة التوصيل إن كان مأجور أو مجاني كمان كتير مهمة هاي الفكرة كمان كتير توصيلها على البيت وحتى توصيلها على المحافظات يعني مو بس إذا كانوا هنم بديماشق كمان في متاجر كانت مشاركة معنا من المحافظات اجوا ونزلوا وشاركوا معنا بالإضافة كان في فكرة جديدة كمان مشاركت معنا اللي هي المأكولات للحيوانات الأليفة للقطات واللكلاوية يعني هم بالبيت كمان مصنوعة بطريقة طبيعية وهانزميد بالبيت نحنا عم نحكي عن منتجات كتير حلوة وبدأ مجهود ولمسة إبداعية أكيد من كل شخص مشارك بس اليوم نحنا ضمن الضائقة الاقتصادية اللي عم نعيشها وضمن الظروف بشكل عام اليوم نحنا بحاجة لبازار أو أنستا بازار يكون يناسب الواقع يعني ما نكون نحنا في جهة والواقع في جهة خلينا نحكي اليوم الآن سطالة مين موجهة مين الفئات القادرة اليوم تدخل وتأخذ الأغراض اللي بتايعها طعم هلأ هي الفكرة من إنستا بازار أنه هو متاح للجميع دعوة عامة نحنا صح كنا عاملين دعوة في دعوات خاصة في دعوة عامة بس مشان قصة تنظيم بس من ناحية المشاركة أي حدا عنده مشروع صغير ما عنده محل على أرض الواقع فيه يشارك بإنستا بازار ومن ناحية المستهلك من ناحية السباين هو دعوة عامة لأي شيء وفيه أسعار تتراوح يعني بتناسب الجميع الأسعار خلينا نحكي بتناسب الأسعار أهم شاء الله يوم لعن ناس قادرة تفوت يعجب الشيء يعني الأسعار يعني عم نشوف أسعار من كواكب أخرى اليوم بي الأسواق والمتاجر يعني أسعار بالإنستا بازار كانوا أسعار كثير رمزية وبما أنه كان بأول شهر ثلاثة وقريب على عيد الأم فكمان كان كل الصفحات المشاركة معنا كانوا عاملين عروض كثير حلوة مثلا بتاخد قطعتين بتاخد قطعة زيادة ببلاش إلى آخره كان شغلات كثير حلوة وأسعار عن جد بتناسب الكل يعني اللي حاطة تبقى له أنه ما يصرف كثير في حلاء الشي بناسبه ولي حاطة تبقى له أنه عنده إمكانية أنه يصرف أكتر كمان في حلاء الشي ناسبه كثير حلوة إذا بدنا نرجع شوي لفريقكم التطوعي يعني اليوم عم نشوف اعتناء بأداء التفاصيل قبل ما نعمل أي خطوة البازار خصوصا كان مثال كثير كبير عم نشوف نحن نحن عم نعتني أول شي بالأسعار بالعروض المقدمة خدمة التوصيل وحتى إمكانية الوصول عبر الأنستة وغيرها خلينا نحكي عن الفريق أول شي اليوم قد يمهتم بهذه البازارات وحتى المشاريع الصغيرة ودعمه طبعا هلأ هو فريق اسمه فريق المبادرة السورية هو أسسناه بشهر عشرة بـ 2020 ونشأت الفكرة للفريق أنه نحن صرنا نشوف كشباب وصبايا صرنا نشوف أنه ما في ما كتير يعني معززة فكرة التطوع أو ثقافة التطوع بالمجتمع طبعا فكرة أنه أنت تعطي بلا ما تتوقع شي بالمقابل فنحن صرنا نعمل ما في شي محدد مثلا طبي أو ثقافي أو إلى آخرين نحن نعمل كل شي حسب شو الحملات منحاول قد ما فينا أنه كل شهر يكون عنا حملة مخصصة لشي مثلا وقتبلشنا بشهر عشرة كان شهر عشرة هو معروف عالميا شهر لسرطان السدي لتواجع عن سرطان السدي فقدرنا نجمع قد ما فينا نساء هنا بحاجة أنه يعملوا فحص يلي بيكونوا عمرهم فوق الأربعين سنة وما عندهم الإدراء لا من ناحية مواصلات ولا من الإدراء المادية أنه يروحوا ويعملوا فحص شامل لحالهم فأخذناهم على مجمع ضحية السيد الطبية هو طابع لجمعية الشباب الخيرية وعملنا لهم فحص هيك بلشنا بعدين صرنا عملنا حملة غمر الدفع يلي هي قدرنا نجمع فيها تقريبا ميتين قطعة ملابس إن كان جاكيت أو كنزة رجالي، نسائي، ولادي عطيناهم كمان تبرعنا فيهم لمشروع أنتم بأعيننا كمان طابع لجمعية الشباب الخيرية اللي هو لأهالي الولادية اللي مشفى الأطفال كمانا تماما فكثير نشتغل معهم قدرنا نعمل حملات ثوعية عندهم للأهالي إنه كيف كيفية تعقيم الجرح للولاد طبعا بما أنه هنم بيكونوا عاملين مثلا عمليات بالمستشفى وطالعين كيف سيرجعوا على البيت يقدروا يضمدوا هالجرح وعقموش والشي اللي لازمون كمان برمضان عملنا حملات لسلة الغذائية درنا نجمع تبرعات درنا بنفس الوقت نروح تقريبا أكتر من ثلاث مرات بالأسبوع نساعد بتجهيز وتحضير أكتر من أربعة آلاف وجبة يوميا برمضان مع جمعية ساعد بشامل الأديمة خسر شوه نحن وجهلون تحية أكيد لكل الفريق فهي الشغلة الحلوية نحن بازارنا هو بازار خيري بالأخير إنسا بازار كان كل الريعة تبعوه عائد لحملة إفطار سائم بخلال شهر رمضان بما أنه قرب رمضان وهذا الشي حيروح كل مصاري لسلة الغذائية ولا بلاد القادر منعمل وجبات كمان نشطة كتير مهمة اليوم قديمهم التشاركية بين المجتمعات الأهلية والمجتمع بشكل عام بضمن الظروف هالي عم نعيشها أنا بالنسبة إلي شخصيا هذا أهم شيء لازم لكل يعطيه أهمية كتير كبيرة لأنه لو لا هالشباب ما عندهم دعم لو ما عم يدعموا هالمشاريع الصغيرة لو ما عم يتطوعوا يعتوا للمجتمع المجتمع ما حيقدر يعطيهم يردلهم الجميل فنحن وقت نعطي نحن منقدر يجينا شيء بعدين لقدام حتى إذا ما أجعى وقتنا خصوصي بظروف البلد تبعنا بسي ممكن يجعى وقت أولادنا فنحن هذا الهدف تبعنا أنه نحن عم نهدف للمسمية الزمالة الاجتماعية أنه يكون كل ياتنا أنا زميلتك حضرتك زميلتا ليه؟ نحن بمجتمع موحد ومشترك وكل ياتنا إيد وحدة ضد هالحالة نحن عايشين فيها نحن عايشين فيها نحن اليوم ما فينا نقول كلمة أنا ما ندخني أو هذا الوضع ما بيخصني كل مسؤول وكل واجبه طبعا واجبنا تجاه بلدنا واجبنا تجاه مجتمعنا ومثل ما قلت لك واجبنا تجاه أولادنا بالمستقبل نحن عم نحكي يعني عن عمر ما نهو كتير طويل بالخدمة المجتمعية من 2020 عم نحكي ونحن خلال هاي سنوات الحرب الطويلة شفنا جمعيات وفرق تطوعية متعددة ومننا المختص ومننا الشامل في مننا البعض ومستمر لهلأ في مننا اللي توقف عمله خلينا نحكي شو اللي بميز فريقكم التطوع اليوم ديم راهنين على الاستمرارية والعطاء بنفس الوقت نحن الشي اللي حلو بفريقنا بوجهة نظري يعني كمؤسسة الفريق هو أنه نحن ما حتدتنا حتدتنا جمعية وحدة يعني نحن مشان نخلي أنه عملنا مع الكل بأرياحية مع مما بدنا كل ما نشتغل مع جمعية من وقع مذكر التفاهم معهم فنحن بالعادة وقت يكون في فريق تابع لجمعية إذا هالجمعية وقفت شغلة فالفريق حيوقف شغله كمان بس أنت وقت تكوني عم تشتغلي مع كذا طرف نفس الوقت دائماً حتلاقي حدا عم يجدد شغل دائماً حتلاقي مشروع جديد بالإضافة أنه ما في شيء الزامي اسمه تطوع ونحن عم نعزز ثقافة التطوع فقد ما فينا عم نحاول وإذا مثلا شخص من الأشخاص الفريق ما حيقدر يشارك معنا في حدا بداله بيجي أو هو بيخبر رفقاته حتى إذا ما كانوا جزء من الفريق كفردن أفراد الفريق بس فيهم يخبروا أي حدا يجي يساعدنا إنه هي الشغلة حلوة إنه كلام بين الناس هو اللي بجر عالم كمان يساعدونا ويساهموا بهذه الحملة حكينا عن أنشطة عم تشتغلوا عليها بشكل ولو هيك سريعا شو محضرين شو في شي جديد لأدام جاينا على مناصبات كثيرة هيد الأم رمضان نعيد الأطحى وغيره أكيد هلأ على بعشرية شهر يلي هو يوم الأحد هنكون مشتركين بتعاون مع المركز ثقافي الروسي كمان يجو جاليا الروسية ويلعبوا أولاد بكافي سوسط يلي هي طابعة لجمعية جزور بحديقة تشرين كمان حيكونوا ضيوفنا هلا تمام كمان حيكونوا ضيوفون حنعمل لهم أنشطة وإلعاب بمناسبة يوم العالمي لمتلازمة الحب أنا بحب سميع فهي أول شي بعدين عنا برمضان طبعا حنرجع نعمل موضوع السلل الغذائية حنقدر أدمى فينا نجيب رعاية يتبرعوا بمنتجات لنحطهم بالسلل الغذائية لأن طبعا على غلى اليوم يعني صارت تكلفة كثير عالية والحاجة كثير كبيرة كمان فعم نحاول أدمى فينا نغطي شي بشي نفس الوقت عنا عداد الوجبات لجميع الفئات المحتاجة عنا بلاية القدر كمان نحن السنة الماضية قدرنا نعمل 500 وجبة هالسنة إن شاء الله حنقدر نعمل ألف يلي هو هدفنا وبعد رمضان كمان بالصيف حيكون عنا مشاريع ثقافية مو بس طوعية أو أعمال خيرية شي ثقافي نقدر نعزل الثقافة نرجع نعيش هالثقافة ثقافة سورية أو بالتعاون مع ثقافات أخرى وتضامن مع ثقافات أخرى إن كان من ناحية الماسية من سفاريات أو من ناحية ملاكي الثقافية نقدر نعزل هالفكرة شام مبسطة أنك أنت موجودة معنا اليوم تحييتنا لك الأعضاء الفريق موفقين وأكيد معطرين كل شيء ستشتغلوا سواء شهر رمضان الكريم أو حتى المناسبات وحتى لما ما بيكون في شيء أكيد شكرا لك دائما نتواجدين على الأرض وهذا الحس التطوع كتير مهم خلال الفترة اللي عم نيشها مشكورة لحضورك اليوم وموفقين أكيد شكرا كتير لك أعطيكم ألف أفضل شكرا